الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا وسهلا بكم في الجزء التاني من عروض التعامل مع المنتجات الجانبية لعملات المعالجة نحب نأكد ان المعلومات الموجودة هي معلومات مأخوذة من كتاب بتاع كاوامورا ومحاضرات كامعة تيو دلفت الهولندية في كورس درينكين جووتر تريتمينت نهاردة هنتكلم عن ايه؟ هنقول ان احنا نهاردة هنتكلم عن المنتجات الجانبية لعملات المعالجة وحنتكلم عن انواع الروبة احنا قبل كده في الجزء الاولاني تكلمنا على ميضة غسيل المرشحات والتعامل معها المرة دي هنتكلم عن الروبة المنتجة من المرويات وحنتكلم على حساب كميات الروبة وكمان عن ازاي اساليب تجميع الروبة الموجودة في المحطات عشان ناخد فكرة عن كل اللي بيحصل داخل المحطات وبعد كده هنتكلم عن اتعامل مع الروبة ومغلز الروبة وطرق التخلص من الروبة في البداية خلينا نتفق ان دايما عندنا منتجين من منتجات المنتجات الجانبية لعملات المعالجة ميضة غسيل المرشحات وروبة المرويات طيب ميضة غسيل المرشحات دي احنا تكلمنا عليها في جزء الاولاني المنتج التاني مواصفاته بتختلف حسب نوعية المعالجة احنا لو كنا منعالج مثلا مياه جوافية وبنزيل حديد المنجانيز طبعا الروبة ساعتها هتكون تختلف تماما عن الروبة اللي خارجة من معالجة المياه السطحية اللي هي روبة الشبه اللي حمنا عليها روبة الشبه وبرضو لو كانت المحطة بتعالج العصر فبرضو الروبة هتبقى لها مواصفات مختلفة لكن في كل الحالات لابد من تخلص من الروبة دي ما ينفعش ان احنا نعمل لها تاني لانها بتحمل كل السيئات او المساوئ بتاعة المياه الخام اللي دخلها مركزة جدا جدا واعادتها تاني لمخاطف المعالجة ده معناه تأثير على جودة عملية المعالجة والمياه المنتجة روبة الشبه ودي المواصفة اللي عندنا ايه روبة الشبه روبة الشبه عندنا نوعين لو المروقة بتاعنا اه حط ترسيب عادي خالص مروقات مستطيلة فتركيز فيه بتراوح من نص الواحد ونص في المية نص الواحد ونص في المية بس بينما لو كانت روبة الروبة دي طلع من بطنية الروبة فيعني هي بتكون اخف شوية بتكون حوالي من اه اتنين من عشرة لنص اه يبقى احنا كده بنقول ان دايما روبة بطنية الروبة اه مروقة بطنية الروبة بتبقى اخف شوية اخف تركيزا يعني بالنسبة بالنسبة المكونات بتاعتها هيكون فيها طبعا نسبة المونيوم عالية جدا وده اللي بيخلينا نقول ان برضو غلط ان احنا ايه نعملها ايه طيب زي ما نشايفين في الجدول ده فبيقول نسبة اه 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 في اه نوع اه وشكل الروبة بتاعها فطبعا فبيقول كل ما زادت اه نسبة اه كل ما كان شكل الروبة اه اكثر اه كثافة يعني مثلا عندنا لو هو خالص فيتبقى تقريبا تصبح الروبة فيها حوالي اه يوصل مسلا لايه لعشرة في المية وكل ما زادت نسبة اه كل ما كان شكل الايه اه 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 الروبة نفسها وهي نزلة من المروقة بيبقى شكلها اكتر تركيزا يعني اه لكن هنشوف كده النموع زي ما احنا قلنا كده ان المروئات المستطيلة بنقول ايه من نص الواحد ونص في المية اه 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 نقدر نقول عليها اه اه نص الواحد ونص في المية دي لو كان اه المروئات المستطيلة كمان بيستخدم كالساحة يعني لكن لو هي بالميول حنتطر حنتطر وحنشوف ليه انها لازم حتكون اخافة من كده كمان كمان ممكن نتوقع كمية الروبة المنتجة من المحطة في معادلة زي ما حضراتكم شايفين كده معادلة دي بتقول ان احنا ممكن نتوقع كمية الروبة الجافة اللي خارجها من اه المحطة لو كان عندنا جرعة شابة و اه اه عكارة المية الدخلة يبقى بداية نفهم كده ان كمية الروبة دي بتوقف على وده سيشيطابية بتوقف على كمية اه جرعة اه جرعة شابة اللي احنا نحطها وفي نفس الوقت كمان بتوقف على اه عكارة المية اللي دخلة يبقى بالتالي الروبة ممكن تزيد او ممكن تقل كمان ده ليه علاقة طبعا مباشرة بكمية المية اللي بتعالجها المحطة زي ما شايفين كده بتدينا المعادلة دي بتدينا كام للمليون جالون من المية من المية لدخل محطة طبعا واحدات انجليزية لكن ممكن بسهولة احنا ايه نحولها ونعرف بالزبط بناخد كام كيلو جرام اه للمتر مكعب من المية طيب اه احنا للمتخلص من الروبة واده سؤال اه سهل جدا وادايما بنكون فاهمين ان احنا لازم تخلص من الروبة تخلص من الروبة ليه يعني بداية الروبة بتملى جزء من المروقة فبالتالي جزء كبير من المروقة بيتحجز ما بقاش داخل في عمليات المعالجة فبالتالي زيما المكس المية في المروقة بيقل جدا فجوزة المعالجة بتقل تاني حاجة ان الروبة دي لو فضلت تحت المية فترة طويلة فبتحل تحلها هوائي وبينتج عنها يعني ريحة ومشاكل طعم وريحة كتير غير انها ممكن تنتج كمان غاز نيتروجين ويحصل دي نيترافيكيشن وبتدي جزء من الروبة يطفو على وش المروقة. المشكلة كمان اللي هو لو زادت كده ممكن سوعة المية اللي داخل المرأة والخارجة منه تاخد جزء من الايه الروبة دي وتخرج بها على المرشحات وتعمل لنا مشكلة ايه جودة في اه او مشكلة في اداء المرشح نفسه. يبقى احنا بنقول ان لازم نتخلص منها. في اي حال من احوال احنا لازم نتخلص من الروبة دي لازم نسحبها من احوال من المرويات. احنا بقى بنقول بقى نسحبها ازاي? المرويات بتكون متصممة. اه مروياتي اما مرويات اه مستطيلة بالميول زي مرويات تشيكي. واحنا هنا بنعتمد على انها بتتسحب بالجرافتي. يعني بمجرد بنفتح المحابس اللي في قاع المرويه المفروض الروبة انها تتسحب. لكن هي دايما عمل لنا مشكلة. ليه? ليه عمل لنا مشكلة? اول حاجة. لان احنا اه تجميع الروبة الميول دايما هو بيكون يدوي. وعشان تعمله يدوي وتاخد كمية الروبة اللي انت عايزها لانها تتسحب. انت لازم تسحبها بمعدل سريع جدا. وإلا الروبة هتتكوم عندك في المروة. الروبة اللي تجمع في المروة دي بعد فترة قليلة جدا بتبقى زي الخرصانة مسكة ببعضها. فبالتالي ما بتتسحبش. يبقى انت لازم انك انت تكون اولا تصميم المروة كويس يعني الميول مزبوطة في ستين درجة مع الاثقي بحيس انك انت مجرد ما تفتح تجي انت سحب الايه? الروبة اللي متجمعها. معدل سحب كتير بحيس لانك انت لو صبرت عليها شوية والروبة ملت قاع المروة الكون اللي تحت اللي هو الامع اللي تحتاني تالمروة ده خلاص تجي تفتح بعد كده تجي بمطالب بساطة هتلاقي ان ايه? ان الروبة اللي بتسحب هو مجرد مصورة وهمية كده فوق المحبس هو ده اللي بتسحب وبينزل تلاقي شوية روبة نزلت وبعد كده المية طلعت تريقة طلع من المروة وانت كده تفقد مية لكنك ما ما بتسحبش الروبة اللي جون مروة هتضطر بعد كده انا كنت عشان تتخلص من الروبة دي انا كنت تفضل المروة خالص تطلعهم الخدمة وتفتلي ايه? تغسله ده هتبقى مشكلة تانية مروة الصورة دي مروة ما بتسحبش منه الروبة بمعدل اه كويس فبالتالي الروبة عملة طبقة كبيرة جدا مليان مروة اه الكون كله مش مليان ما بتغطي وفوق الكون كمان فبالتالي زي ما شايفين كده صورة الروبة والمية اللي لما بيفضل قد ايه ايه المروة مليان الصورة دي بقى الفتح الجزء ده الحفرة الفسط الروبة دي هي فوق المحبس بالزبط يعني هو بيفتح المحابس صحيح لكن مسلا بيفتحها بمعدل علاج جدا هنفترض مسلا بيفتحها كل وردية مسلا او كل مرة في كل وكرة الشابة كبيرة اللي عنده بتعمل كمية روبة كبيرة هو بقى على ما يفتح يكون روبة دي جمعت مع بعضها وتكلست وبتعملت حاجة الخرصانة فبالتالي معدل او كمية الروبة اللي بتتسحب بتكون يا دوب مجرد ايه اسطوانة واحمية فوق المحبس واللي بتسحب شوية روبة قليلين والباقي بتبقى مية اه مية عكرة مش اه روبة اه مركزة اه افضل من كده اللي هو المروقات الدقرية المروقات الدقرية طبعا وجود كالساحة في المروق ده حاجة عظيمة جدا جدا حاجة بتساعد روبة نات انك تقدر تجمعها ولو تشغيل كبري بمعدل صح ومعدل صح بالروبة مظبوط المروق بيفضل نظيف ويبقى كويس جدا لكن برضو بتبقى مشكلة التشغيل الاهتمام اللي لازم نقول له للمروقات احنا بنحاول نزبط بالزبط نزبط كويس كمية الروبة بنسحب امتى وازاي وان الكبري يكون شغال المشكلة كبيرة انك انت ما تسحبش بمعدل كويس تلاقي ان الروبة بتلت بتعمل مشكلة وتزيد في القاع تيجي تحرك الكبري تلاقي فيه مشكلة في ان الكبري اصلا يتحرك فالصح ان المفروض ان الكبري ده يكون بيلف بصورة دورية واحنا لما بنلففه بنتعمد ان هو اول ما يوصل ليه المكان الكون بتاع السحب بنفتح ايه محبة السحب بحيس ان الروبة لقدام الكساحة الكساحة زقها قدامها بتتسحب اول بول كمان كسحات افقية كسحات الافقية دي بتكون شغالة زي الكساحة القدامنا دي كسحة شغالة بواير واير بيسحبها ويرايحة ويجاية داخل المروة المروة ده من مروات الترايدنت نوع كويس برضو وان كان الوجود اجزاء ميكانكية متحركة تحت المية ده بحتاج صيانة دورية كبيرة جدا وكتير وفي نفس الوقت عشان تتعمل الصيانة لازم روء تفضل فعشان كده بحتاج دايما اهتمام ودايما لازم تكون في مراقبة مستمرة له عشان نحس بالمشكلة اول ما تحصل زي ما شايفين ادي كسحة الفقية تحت مواسير الترايدنت بتسحب بواير من اخر مروة لأوله عشان تجمع الروبة كلها في هبر في اول مروة طبعا لازم يكونوا فاهمين ان اي مروة اي مروة في كسحة لابد ان يكون في هبر الكسحة دي بتلم الروبة لكن بتلمها لفين لازم يكون في مكان والكسحة بتلم في ايه الروبة كلها بحيث يبقى في محبس او وسيلة ما ان احنا نسحة بالحاجة دي كلها او الروبة دي كلها ونطلحها برا المروة نوع تاني بيسموه الزاكرت زاكرت سكريبر طبعا زي ما شايفين كده هو مروة مستطيل فيه هوبر اللي هو على الشمال عندنا ده واضح مكانه لكن ميزة الكسحة دي انها اجزاء المتحركة فيها قليلة وفي نفس الوقت انها الروبة اللي بتسحبها بتكون مركزة جدا ازاي اه ادي الاجزاء المتحركة هو اللي هو الهيدروليك جاك اللي قدامنا دو وبيحرك الستريبس او او الشرايح الشرايح الموجودة دي بيحركها كل شريحة بتتحرك يا دوب نص متر قدام وترجع تاني فبالتالي هي بتسحب الروبة اللي قدام اللي قدامها نص متر وترجعها تاني تكون الشريحة اللي وراها اتقدمت نص متر خادت نفس ايه نفس الكمية دي وسحبتها عشان تنزل كل بعد كده كل الروبة من اول المروع وقت اخره بتنزل في الهوبر اللي ايه اللي هو قدامنا ده احنا ممكن نتفرجع الكلام ده من خلال فيديو اللي احنا شايفين ده شايفين ده مروع قد ايه كبير وفي نفس الوقت ادي ادي الميكانيزم بتاعه اسمه مذكرت الكلام شركة طبعا يعني اجنبية شركة سويدي زي ما شايفين كده بيشرحوا ايه طريقة الحركة اولا انها مش محتاجة ارتفاع كبير هي ده وموجودة وارتفاحها قليل جدا جدا فبالتالي ممكن يركب فوقها لاملة او متاخدش مساحة من الحجم المروع دي حاجة الحاجة التانية انها قريبة جدا من الارض بتسحب الروبة اللي قريبة جدا من القاع فبالتالي هي بتاخد اكتر روبة مركزة واده حاجة مهمة جدا فبالتالي كمية الروبة زي ما شايفين كده اشوفوا الشرايحة لزقة في الارض فبالتالي الحركة نفسها هي بتاخد اكتر اكتر روبة مركزة وفي نفس الوقت اه كميتها بتبقى قليلة فبالتالي كمية الروبة اللي طلع من النظام ده بيبقى قليل وكمان مركز. دي ميزة طبعا. اكيد. او دي نظام الحركة زي ما تشايفين كده بتتحرك وهي كل شريحة بتحرك حوالي نصف متر قدام وترجع وترجع تاني. فبالتالي الحركة الليلة اللي بتحكم في الحركة هو هيدروليك ومطور. فبالتالي الاجزاء اللي بتحاج السيونة اللي بتحاج السيونة وليلة جدا. اهو ادي المطور فوق خالص بعيدة عن المية. وهدي الاجزاء اللي تحت عبارة عن ايه? بيتحرك حركة بسيطة جدا. زي ما تشايفين كده قدامكم. اه الشريح دي كلها معمولة من فبالتالي حكاية تعرضها للصدق والتلف بيبقى قليل جدا. هو ده. ده جزء متحرك. لقدامكم ده هو جزء متحرك. فبالتالي زي ما تشايفين طبعا يعني كويس. طبعا المراوقة اللي شايفينه ده يعني هو ممكن تشتغل في مراوقة طوله ثمانين متر وعرضه ثلاثين متر يعني ياها كويسة طبعا مهما كان عرضه ممكن يتقسم ويتحط فيه كذا كالساحة زاكرة جميع بعض يعني. لكن هي فكرة كويسة. صراحة فكرة كويسة. وتطبيق كويس. وشفناها في حطة النبرية. شرق النبرية. متنفزة تحت احواد اللاملة. اه 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 بيحلة ملكة. فيه متاجة جميع. عاملة شغل جدا جدا. الهوبر كمان حجم صغير. مش محتاج حجم كبير لان كمية الروبا اللي انت سحبها ولا هيلة. فما بتعملك مشكلة كمان لما انت ايه تبتيت تتخلص من الروبا كمية ولا هيلة. ومركزة. ده كويس. اشتركوا في القناة نوع تاني من انواع الكساحات هو اسمها تشيناند فلايت دي الكساحة بتبقى رجبة على كاتينة كبيرة جدا الكاتينة دي واخد للمروأ من اقول الاخره متعلق فيها شرايح مصطيلة زي الشرايح المصطيلة حنتكلم عليها بس دي طبعا حجمها اكبر بتمشي جزء من مشوارها فوق على المياه في اعلى الحوض وبتمشي معظم مشوارها في جزء الاسفل بتمشي فوق وهي رايحة لاخر مروأ وبعدين تنزل اخر مروأ وتبتدي ترجع وهي راجعة بقى بتلم الروبة كلها من قاعة مروأ عشان ترميها في الخبر في اول مروأ الكساحة دي برضو نوع جيد جدا ومعظم المحطات المعونة الامريكية بركبة كساحة زي دي كده ومحطة كومومبو ومحطة نت خميس وغيرها لكن طبعا هي الفكرة هنا ان في اجزاء متحرك كتير الكاتينة دي دايما لها مشاكل في الجيف لقدامنا دي بيورينا ازاي الحركة وازاي بتتحرك عشان تلم من اخر مروأ في هوبة وتسحبه في الهوبر في اخر مروأ برضو الرسم التخطيطي اللي تحت ده بيبين الشكل هو لها ميزة كمان ان ذا بتستخدم في محطات حتى الصرف الصحي ويبقى من فوق بتلم الخبس اللي على وش المية وهي تحت بتلم ايه الروبة المترسبة في الصرف الصحي طبعا تبقى الحمق المترسبة دي صورة من مروأ محطة مئة خميس في الدهلية طبعا اسناء الصيانة وزاي ما شايفين كده بيعملوا صيانة للايه للكساحة هنا فيه ثلاثة جمع بعض عشان حاجب عرض مروأ كبير وبيعملوا الصيانة طبعا متخيلين فيه ثلاثة كتين او ستة يعني شايلين اللي ايه الشرايح دي يعني هي طبعا عاملة اداء كويس جدا جدا لكن مهم جدا ان العاملين هناك يكون عندهم قدرة على الصيانة والخبرة في صيانة النوع ده من الكسحات كده فيه نوع برضو ظريف جدا اللي هو ترافلينج بريدج وده فيه مروأات الاطالبة في شركة اسكندرية وشركة الفيوم وبعض الشركات الاخرى يعني لكن هو معظم شركات اسكندرية بتستخدم اللي هو ترافلينج بريدج ترافلينج بريدج ده فيه مروأة الطالبة مروأ طالبة مروأ مستطيل طوله حوالي 70 متر عرضه 16 متر المروأ ده ما فيهوش هبر ممال بتسحب الروبة ازاي من خلال الترافلينج بريدج ترافلينج بريدج ده شايفينه ده عبارة عن ايه الكبري بيتحرك الكبري اللي بتحرك ماشي على عطبان زي ما تشايفين كده الكبري ده عليه بلاور والبلور ده متصل بمواسير في قاع المروأ هتشوفوا زي ما تشايفين الصورة دي كمان في الصورة دي ادي البلاور في الصورة العينين فوق ادي البلاور والصورة اللي على الشمال فيها صورة المواسير فيه مصورة اللي بتصعد فيها الروبة الاعلى ومصورة جنبيها رفيعة اللي هي الهواء بيخش منها الفكرة الاساسية هنا ان احنا بنضغط بنحط هواء مع الروبة بحيث ان كسافة الروبة تقل فتبدي تصعد لأعلى بتروح من خلال الصورة عالي الشمال دي بخลي على المجرة القزرعة ده الصورة على الشمال على اليمين تحت هتلاقي المجرة القزرعة ده بيتقس روبا بتصب فيها في مجرى متخلق داخل آآ خرصانة المروع نفسه موجود هو جزء من المروع المجرى ده نفسه بياخد صرف ايه كمية آآ كمية الروبا دي طبعا كمية الروبا اللي طرعة من هنا دي آآ بتبقى يعني مش مركزة لانها بتبقى هوى فيها هوى ومية وروبا فطبعا بتبقى خف من الروبا المصحوبة مثلا بالكساحة الارضية آآ لكن الفكرة الاساسية في ايه بقى المصورة اللي هي في النص الرئاسية اللي بتسحب الروبا دي هنفترض انها محطوطة في حوض مية فطبعا الضغط تحت المصورة بالزبط بيبقى آآ بي هنفترض انه بي كويس الضغط دي عبارة عن ايه عبارة عن رو اللي هو كسافة المية في جي عجل الجاذبية الارضية في اتش هو ارتفاع المية في المروا طيب لو احنا ضغطنا هوى في المصورة دي نفسها دخلنا هوى داخل المصورة اللي هيحصل ايه ان كسافة المية داخل المصورة لان هوى حيطلع لطول رأسيا الاعلى فبالتالي هيختلط بالمية وكسافة المية والهوا في المخلوط ده هتقل له اوي فبالتالي الضغط برضه تحت لازال بي اللي هوى وزن المية لكن ساعتها هيكون آآ قيمة الضغط ده بيساوي رو الجديدة في جي يعني رو الجديدة دي اصغر بكتير في جي في اتش الاتش اللي هوى ارتفاع الجديد بقى لعمود المية والهوا فمجرد ما الهوا يدخل على طول تبتيد المية تصعد لاعلى نتيجة ان الكسافة في العمود ده بقى بقى اقل لما بتصعد المية بسرعة كده بتسحب معها الروبا فدي الفكرة السية احنا المحطوط فوق الكبري ده مش كومبريسور احنا ما منضغطش هوا احنا ده ده مجرد دور ضغط قولي جدا كافي انه يدخل الهوا بس فاسفل ايه المروأ في المصورة الصغيرة دي اه المروأ ده لما بتحرك اللي هو اه اللي احنا بنكلم عنه الكبري ده لما تحرك الموسير دي فوق كالساحة بتجمع المية الروبا بحيث انها تكون في تحت المصورة بالزبط مجرد ما تتحرك وتقف شوية تبقى كده جمعنا ايه شوية روبا يجي البلاور شغل البلاور يجي مدخل هوا يجي ساحب روبا دي كلها راميها في المجرى الجانبي الجانبي بتاع المروأ وهكذا طبعا طريقة ظريفة جدا والازرف ما فيها انها ممكن تركب على اي مروأ مستطيل تركب اي مروأ مستطيل بعد حتى انشاؤه يعني ممكن تركب ويبتلي يتحرك الايه الكبري ده او ممكن يتعامل زيه بنفس الفكرة كده يعني لان احنا هنا مش محتاجين هبر يعني لما يكون عندنا مروأ مستطيل وعادي نسحب منه الروبا مش شرط ان احنا نجيب كساحة وتلم الكلام في هوبر لا ممكن بس الفكرة ان احنا نسحبها نسحب الروبا والمروأ مليا طبعا ما غير مخرج من الخدمة بنسحب الروبا منه بمنتهى البساطة بالفكرة اللي هي نفس فكرة طيب هنسحب خلاص صحبنا الروبا وبقت عندنا المشكلة بقى هنعمل فيها ايه هي دي المشكلة ازاي ندينا ده نتعامل معها هو عشان نتعامل معها حاجة من الاتنين اما ان احنا بناخد الروبا دي الروبا دي بتكون فيها زي ما قلنا كده من نص الواحد ونص في المية فبالتالي احنا محتاجين احنا نغلزها نخليها اكتر تركيزا يعني نركزها فطريقة التركيز ازاي في اما بالجاذبية يا اما باسريب ميكانيكية طب وبعد كده قالك والله ممكن نتخلص منها يا اما نتخلص منها من خلال نحنا نرميها على الصرف الصحي او نرميها على مدفن صحي او نرميها في الموقع هنتكلم عن كل حاجة اللي واحدها بس خلينا ناخد الموضوع واحدة واحدة لو احنا هنستخدم موضوع اللي هو يبقى احنا بداية عايزين احواض تجمع صرف المرويات كويس وبعدين الحود ده بيارة تجمع صرف المرويات الواحد الاول مش هتروح على طول من المرويات للسكنر لا الاول فيه بيارة البيارة دي تجمع الروبا وبعدين الروبا تبتدي تتحقن ببوليمر وتخش على السكنر يكون عندنا اتنين او تلاتة السكنر يتطلع منهم الروبا المغلزة بقى من قاع السكنر عشان تروح على احواض تكفيف ده النظام عندنا عشان جونا يساعد على كده لو ما كانش الموضوع بالطريقة دي يبقى احنا ممكن نستخدم اساليب ميكانيكية تاني يبقى احنا بنقول سكنر جرفت سكنر وبعد كده احوال تكفيف ده النظام المستخدم يا اما سكنر وبعد كده بيبقى اساليب ميكانيكية للتكفيف يبقى احنا بنعمل تغليز الاول وبعد كده بنعمل حاجة اسمها التكفيف او بنسميها الدي ووترينج المنظومة بتبقى كده عندنا محطة بناخد بالشمال كده في اه ترويب وبعدين عملية تنديف اللي بقى ما كان كذا ما شايفين وبعدين ترويق اللي هو الحوض ده اللي بيخرج منه الروبا بنقاء وبعد كده الترشيح احنا بنكلم بقى ان الروبا دي لما تمشي بتاخد على ثكنر الاول وبعد ثكنر دي في بقى عملية بعد التغليز في عملية تكفيف ياما درينج بيتز ياما طريقة ميكانيكية تمام يبقى دي كده طريقة الايه التعامل او المخطط المعالجة داخل المحط طيب التغليز الروبا بالجاذبية دي ايه يعني عشان يبقوا فاهمين ان الموضوع بداية هو اساسه انت بتسحب من المراوقة ديه كل ما سحبت روبا مركزة من المراوقة كل ما كنسهلك شغل السكنر لكن عموما كده ولا كده انت بتاخد الروبا روبة الشابة يعني وبنقول ايه اه بنحط عليها حوالي يعني من اثنين لتلاتة جرام لكل متر مكعب اه من روبا السيلة بنحط بوليمر اه بنحط الروبا دي اه من اثنين لتلاتة جرام لكل متر مكعب بوليمر وبعد كده اه بنضخها في طبعا البوليمر اه من مساعدات الترويب الفعالة جدا بيحصل ترسيب اه سريع وبيدينا روبا مغلزة اه يعني ممكن توصل لمسلا من ستة لتسعة في المية اه مواد صلبة يبقى احنا كده بقول اخدنا حاجة كانت من نص الواحد ونص بقت من ستة لتسعة في المية اه مواد صلبة دي حاجة يعني برضو تعتبر حاجة يعني نسبة كويسة كويس اه المشكلة انك انت بتحط قد ايه في السكنر المعدل كدخول المية على السكنر قد ايه احنا بنقول يعني ما اه مفروض معدل تحميل بتاعه ما بيزدش يعني من تمنتاشر خمسة وعشرين تمنتاشر من مية لخمسة وعشرين من مية متر مكعب في الساعة يعني حاجة قليلة جدا احنا بناخد روبة المفروض انها روبة مركزة من على قد ما نقدر يعني من المروة وبعد كده بنحط لها البوليمر وبعدين تخش بعد كده على ايه على السكنر اللي المفروض ان هو بيدينا نتيجة كويسة وناخد الروبة احنا دلوقتي النهاردة ما نتكلمش غير عن الروبة ناخد الروبة من قاع السكنر وبعد كده نروح بيها على احواض التكفيف نتيجة كده ده السكنر الموجود في محطة العبور طبعا احواض السكنر بتبقى في كل محطة يعني اثنين او ثلاث احواض ما هي تبقاش حض واحد لانه دايما نعملين حساب اه احتمالات الصيانة يعني السكنر الموجود في محطة شر اه النهارية حاجة طبعا حاجة صغير جدا لانه كمية الروبة المتوقع انه تاخدها اللي هي اه من اه اللاملة بتبقى كمية يعني ايه مركزة وليلة اه ده شكل السكنر من فوق بيبقى مية ريئة من فوق المفوق المفروض المية دي بتعملها ريسايكلينج اه او اه بتروح على ايه على صرف المحطة اه اه حواض تكفيف احواض تكفيف مشكلة تانية احواض تكفيف لازم يكونوا فاهمين ان حواض تكفيف دي عايزة وباها مركزة على قد ما نقدر عشان ما ما تتميلاش مية وتبقى صعبة جدا احنا بتخلص منها حاجة تانية لازم يكونوا فاهمينها ان روبت روبت اه الشبه بتبقى مش زي الحمقه بتاعة صرف صحي حمقص صرف مسامية سهلة جدا انها تنشف بينما الربا دي بتبقى روبا نعمة بتسد المسام بتاعت الرمل لنفسها فبالتالي احنا عايزين اصلا روبا تكون تساعدنا انها ايه على طول اه تنشف بسرعة اه طبعا ده شرط طبعا الجو ان يكون يعني بيساعد على كده فبالتالي تصميم حاجزة كده في جنوب مصر بيبقى كويس بينما في جايز في شمال الدلتا بيبقى مشكلة خاصة في فتر اه في فترة الشتاء اه الاحواد بتاعت التكفيف بيكون على الاقل اربع احواد اه المفروض انها لما بنيجي نحط الروبا داخل الحوض بنعمل حسابنا احنا لما ما بقاش فترة طويلة يعني ما ناخدش من السكنر فترة طويلة من الروبا عشان نضمن ان احنا بناخد روبا مركزة فاحنا يعني انا انا مرة سمعت واحد بياخد مثلا بيفتح السكنر على لمدة ساعتين في اليوم ساعتين ازاي لا يعني انت لو خدت عشر دقايق يعني روبا مركزة بعد كده انت اخد مية المية دي مش ممكن تنشف يعني عمر ما الاحواد دي بتنشف ودي ودي المشكلة دايما اللي بيشتكي بيقولك احواد تكفيف ما بتنشفش ما بتنشفش عشان بتشغلها غلط انت المفروض ودي لها تجارب يعني عايزة يعني وقت اكتر من كده ان احنا بنعمل تجربة ونشوف قد ايه المركز من السكنر من الروبا داخل السكنر من خلال تجربة داخل معمل ونحدد بعدها ان احنا هنسحب قد ايه وقت قد ايه انت ممكن جدا تلاقي انك انت بتسحب مسلا كل ساعتين مسلا يعني حوالي تلت دقائي او عشر دقائي فبالتالي المحكامة يعني يدوي صعب عايزة برضو شوية كنترول على العمالة الكلان ده طبعا ليل ونهار فيعني طبعا صعب لازم يكون لو فيه اوتوماتيك كنترول يعني تشغيل اه اوتوماتيك فتح المحابس يبقى اسهل بكتير دولي احواض التجفيف الموجودية في محط هيا هي في الشرقية محطة ياباني زي ما شايفين حجام صغيرة جدا محطة كمان صغيرة اعزون ربعمائة لتر سانية دي الاحواض في شرق نبرية زي ما شايفين كده ميا كتير جدا جدا ودي كانت مشكلة لان كانت تشغيل يعني مكانش مزبوط فبالتالي فتح المحابس كان بيستغرق مثلا فحابس مفتوحة مسلا ساعة ونص ففي الاول شوية روبا كويسين وبعد كده ميا كتير جدا جدا المشكلة بقى ان احنا لازم نحافظ على ان يكون سمك طبقة الروبا اللي احنا لدينا دي في حدود مسلا تلاتين صندي خمسة اربعين صندي بيك كتير وما نزودش بعد كده لكن انها كنت تحط في الحوض شوية وبعدين تستمع ان تنشف بعدين تحط فوقيهم لا اللي نشف ده سد مسام الرمل اللي المفروض ان هو بيرسب بيترسب من خلال والمية وتعدي من خلال والمية وتتجمع في شبكة الموسير السفلية بتاعت احواض التكفيف طبعا كده يبقى تشغيل وعلاق الفروض بعد ما نتنشف زي ما شايفين كده لو اخدين بالكم ان الروبا الموجودة دي بقت عقنا زي طوب حاجة ما فيش مسامة خالص داخلين بجرار داخل الحواد التكفيفة عشان يسحبوا كمية الروبا دي مشكلة فعلا مشكلة اتخلص من الروبا بالطريقة دي بيبقى صعب جدا جدا المشكلة كمان هتواديه فين بعد كده لان الروبا دي ما بينفعش انك تزرع بيه الروبا دي فعلا نسبة الالموني معالية جدا لو عليها عليها يعني موضوع ضوية كتير الحكاية دي صعب جدا انك انت تزرع بيها يعني لما ينفعش النسبة الالمونيون فيها ونعمتها بتقفل التربة اصلا فما نفعش انك تزرع بيه طيب طرق الميكانيكية للتغليز او للتكفيف احنا بنقول في اكتر من طريقة في اللي هو الطرد مركزي وطريقة الترشيح بالضغط او الفلتر بريس وفيه البلت بريس وكل نوع من الانواع دي بيديك تركيز معين لكن كل انواع نوع دي كلها لابد عشان تشتغل صح انها بتاخد قبل التشغيل قبل التشغيل معنى انك انت بتضيف لها مواد مساعدات ترويب عشان تديك تركيز اعلى التركيز اللي احنا ممكن نتكلم عليه هنا بيكون في عدود في عشرين في المية خمسة عشرين في المية الكويس جدا اللي النتيجته عالية جدا اللي هو الطرد المركزي ممكن يصل لاربعين في المية اه 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 دراي سولدز في الايه في اله في كمية الروبا الخارجة دي طبعا دي كلها انا ما قلتش انا مشفتش يعني ممارسة جيدة اه للانواع دي ومشفتهاش في في محطة المية ومحطة المية بيبقى المنتج منها كتير والكلام ده بيستخدم بس لما يكونش عندك مساحة عشان تعمل احوال تكفيف طيب خلينا صرحة حكاية استخدام الاساليبي الميكانيكية في تكفيف الروبا اه يعني ما بتديش نتيجة كويسة لان احنا عندنا دائما مشكلة في الصيانة ادي اول حاجة تاني حاجة ان احنا ما عندناش مشكلة مساحة عموما في محطات المية صعب جدا انك تلاقي محطة مية بتشتكي من المساحة انك انت عايز مساحة فعادة بيلجأ وخاصة ان جونا في مصر جو جاف فدائما بنلجأ ليه احوال تكفيفة مشكلتنا الاساسية ان احنا تشغيل بيبقى سيئة والاكبر من كده انك تعمل ايه بالروبا بعد كده هنشفت طيب وبعدين تعمل بها ايه ما بتزرعش طب احنا بنقول في الصرف الصحي بيزرعوا بيها بيحسنوا بيها مخوص الرملة اللي في الصحراء وكده فبحيس انها ده تحتفظ بالمية لكن طب احنا وديه ما ينفعش تعمل بيه حاجة كده يبقى لازم يكون في تفكير يعني اه افضل شوية ان احنا نتخلص منها ازاي يعني ازاي نقدر نتخلص بمن الروبا يعني انا اقول لكم اه ان اه يعني حصل ان اجيه اه وفد من شركة اسمنت لشركة البحيرة وكانوا عايزين يعني ياخدوا الروبا بتاعت محطات صرف الصحي عشان نستخدمها في اه اه نصر اسمنت بتبقى مفيدة كويس جدا المشكلة كانت ازاي تجمع الكلام اللي الروبا او حمقت المحطات كلها مع بعضها عشان اه تتجمع في مكان عشان ياخدوها وهم طبعا مش هاخدوا اي مواصف لابد ان يكون نسبة جفاف معينة طيب يعني الحكاية عايزة شوية مصاريف عشان تبدو تتخلص من اللي انت بتتخلص منه اه او اللي انت يجب انك تتخلص منه وإلا تبقى بتلوي سلبيه فاليكم فاكرين هاتكلم هاتكامل الكلام في الموضوع ده في اه اخر العرض ده دي الطرد المركزي بشكل يعني انا بقول لك مش شفناهوش في محطات المية لكن اهو احنا عارفين ان في حاجة اسمها الطرد المركزي اهو سنترفيو بلت بريس اه طبعا في الحالتين احنا بنضيف نسبة يعني جرعة عشان يقدر ناخد نتيجة كويسة من اه سواء ده اه بلت بريس او سنترفيوك او اي انكان طرس للتجفيف الميكانيكي اه طيب عموما المشكلة الاساسية في الموضوع دقيقة انت بتسخدم بوليمر ده انت متسخدموش غير مع الاساسيب الميكانيكية يعني حتى لو مغلز الروبا اللي هو سيكنب الجاذبية ممكن تسخدم عشبه خلاص مفيش مشكلة لكن انت في الطرق الميكانيكية دي انت بتسخدم المشكلة بقى مش في الروبا الخارجة المشكلة في المية اللي هي استصافي اللي منازلة من الحاجة دي بتعمل بها ايه اولا ما ينفعش تعمل ليه ليه لان انك تعيدي الكلام ده تاني ترجعه تاني المدخل محطة معانا هناك انت بتدخل اه نسبة مواد عضوية عالية عالية آآ شوية كلور بعد كده هتعمل لك احلى مشاكل في ترايه الميسان ومشاكل في آآ المواد مصرطنة الحل انت بتعمل بايه الحل انك انت المية دي تصرف على الصرف الصحي غريبة شوية لا هي دي هو ده هو ده البديل لانك انت ما تقدرش لانك عملت كده بباص معاجه في المحطة هترجع المية دي تاني مدخل محطة الدنيا بوزن طيب اسمعوا بقى دي دي حاجة مهمة جدا انك انت ممكن تتخلص عموما من الروبا بتاعت المراوئات على طول على الصرف الصحي طيب طبعا في اعتراضات كبيرة كتير جدا جدا ازاي تتخلص من الروبا آآ من المراوئات على الصرف الصحي هتسدلك آآ اللي هو شبكة للحضار هتعملك مشكلة في محطات المعالجة هتعملك مشكلة في آآ بالنسبة للبكتيريا الهوائية داخل محطة المعالجة تكلم كتير جدا جدا لكن خلينا نقول ايه ده الكلام اللي موجود في الكتب اسهل طريقة لتخلص من الروبا انك انت يكون لك عندك آآ خزان تجميع الروبا دي بيارة وبعدين تصرف على شبكة للحضار بمعدل قليل جدا بحيث انك انت خلال اليوم بتتخلص من الروبا بتاعتك اولا عشان نبقى عارفين ان كمية الروبا اللي احنا تخرجها من المروبا بتبقى قليلة جدا يعني هنفترض مسلا محطة آآ خمسمائة ليتر ثانية ممكن تبقى الروبا طالع منها في حدود احنا ممكن نحسبها آآ بالمعدلة اللي قلناها لكن يعني بتكون في حدود تقريبا يعني حوالي ميت متر مكعب ميت متر مكعب بالنسبة لكمية الصرف اللي دخلها محطة رفع مسلا لا شيء الميت متر مكعب دي اللي لو قسمتهم خلال اليوم يبقى انت الحكاية كلها يعني حاجات بسيطة جدا انك انت تقسمها يعني انت المهم يكون عندك بيارة البيارة تجمع الروبا اللي خارجها من المروائات طبعا البيارة دي انت بتاخد الروبا من المروائات بمعدل معين هتبقى عندك ترمبات على البيارة ترمي لك الحاجة دي على شبكة الصرف او على بيارة الرافع لو في رفع قريب منك بتعمله خط مباشر وترمي على بيارة الرافع على طول ولا حاجة بداية هي مش تعمل اي مشكلة في مش هيكون لها يعني تأثير ملحوظ لو هي اتصرفت بمعدل قليل خد بالك انك انت ما بتدخلش في الموضوع ده ميت غسيل المرشحات فبالتالي كميات اللي هو الاف الامطار المكعبة اللي بتتعامل في الغسيلة دي مش هتلاقيها لا ده كل حكاية مساء ميت متر مكعبة اللي حاجة هتصرفها في وسط مية الصرف مش هتعملك اي مشكلة ده كلام الكتب ده ده والتجارب عملت الكلام طيب وايه تاني خد بالك كمان ان لو وصلت محطة المعالجة النسبة دي بالقليلة دي داخل المحط ده دخل المية تعملك تأثير كويس جدا جدا عن المعالجة تحسن ازالة وكمان بتحسن من اداء اللي ايه الترسيل اللي بتدائي عندك حول الترسيل اللي بتدائي فعندك بالعكس فوائد مش مش حاجة سيئة امال ايه المشكلة المشكلة ان احنا نفكر ازاي تتعاون شركات المية وشركات الصرف انها مع بعض انها تفيد بعض بالطريقة ده انا بتخلص من مشكلة وفي نفس الوقت بنعملك شغل كويس في الحياة حنفترض ان انا ان الرافع بتاعتي مش مستحمل ارافع الصرف الصحي مش مستحمل انا تتقابل المية دي وماله يبقى شركة المية تساعد بانها بتغير الترمبات تاخد ترمبات اعلى شوية بحيث انها تستحمل كمان كمية الربا الجاية من عندها الحكاية عايزة شوية تعاون عايزة يعني بنقولوا عليها اتصال بين الشركات عشان تقدر تخلص حيزة كده الكلام ده موجود في ممارسة عملية ايه موجود ممكن تسألوا شركة محطة النزهة في اسكندرية شركة المية في اسكندرية بترمي آآ صرف بتاع محطة نزهة على شبكة الانحضار لانحضار شبكة الانحضار مش رافع وما فيش اي مشكلة وكلام ده بقى له آآ سنين شغال وما فيش اي مشكلة فبالتالي ده حل سهل جدا جدا طب احنا دي ما نفكرش في الكلام ده خد بالك مش مش هتحتاج ساعتها بلت برس وافلام من دية وصيانات وكده لأ انت كل اللي محتاجه انك انت يكون عندك بيارة تجمع الكلام ده وتسحب الرؤوبة منها والرائق بترجع على اول محطة خلاص كده ما عندكش مشكلة تاني حاجة ان احنا نصرف على مدفن صحي او نصرف الموقع مدفن صحي دي صعب جدا انك انت تلاقي مكان طبعا هو على حسب انت لو عندك المسلا محطة لها ظهير صحراوي وعندك مكان مش هتقدر تأثر يعني مش هتأثر فيه على المياه الجوفية لو صرفت المياه اللي فيها نسبة شابة دي خلاص بيبقى فيش مشكلة عندك يعني لو انت عندك الخزان هناك الجوفي خزان فيه طبقة هنفترض مثلا من الطين او من الطفلة اللي بتحميه فاحنا ممكن نصرفه ما فيش مشاكله ما نبقاش قلعني من الحاجة لو ما كانش كده بقى منفروض تصرف المكان في مكان يكون معمول له عزل بحيس ما نقصرش على جودة المياه الجوفية الصرف في الموقع دي لو انت عندك مساحة في المحطة ممكن تصرف في مكان تحدد مكان وتصرف فيه وكل فترة كده تتشال الربع من على الوش وانت ايه وتصرف تاني في مكان تاني كأنها يعني كأنها احواض يعني وتتخلص من الكلام ده طبعا حل من حلولي يعني لكن عايز شوية اه 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 ان احنا مكونش فيه تأثير اه ودراسة ايه تأثير علماء الجوفية ولازم نلاحظ كمان ان الروبع دي لو في زراع الروبع دي بتقفل المسان بتمنع وصول الهواء لجزور نباتات يعني بتقضي على اي زراعة مببودة. عشان كده يبقى الحكاية الصرف الموقع دي عايزة يعني اهتمام شوية. هنصرق عندنا محطة عندنا محطة وفيها مساحة كبيرة وحنصرف الربع في مكان. ما فيش مشاكل لو انت عندك الموضوع بتاع المهجة وفيها بتاعك مش مش هتقصر. كده يبقى احنا وصلنا الاخر العرض ده. اللي انا عايز اقوله واقولكم عليه ان ان الحلول عايزة اه تفكير شوية عشان احنا عندنا مشكلة. لكن قبل ما نبتل نفكر في الحل لابد ان الادارة نفسها تكون وثقة ومهتمة وعندها احساس باهمية البيئة والحفاظ عليها. اه ختاما اه بنقول ان اه اتمنى منكم التواصل على الايميل الموجود او على اليوتيوب تشانل اللي عليها العروض دي اه كل سلام من طيبين واتمنى نقابلكم تاني في عروض جديدة. شكرا السلام عليكم.